اشتركوا في القناة السلام الرحمن الرحيم سلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد سلام على بقية الله إمام زماننا الحجة بن الحسن ورحمة الله وبركاته وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافة الحلقة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقا بائنا لا رجعت فيك إن كنت راغبا في إمامك الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف في الأجزاء المتقدمة حدثتكم عن تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة قطعا لم يكتمل الحديث لكنني سأتوقف عند هذا الحد كي أنقل الكلام إلى جهة أخرى ترتبط بالتحريف إلى جهة أخطر لم أتناول المواطنة التي تعرضت للحذف والتحريف والتنقيص والتشويه من الزيارة الجامعة الكبيرة لأنني إذا أردت أن أدخل في كل هذه التفاصيل سأحتاج إلى العديد من الحلقات الأخرى وأنا أريد الإجمال والاختصار لكنني أعيدكم سأعود إلى هذا الموضوع كي أسلط الضوء على مواضع التحريف في الزيارة الجامعة الكبيرة وسأنشر في قادم الأيام بحسب ما يسنح به الوقت سأنشر النص الأقرب من النص المتوقع لأننا لا نملك نصا غير محرف نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة في كل المصادر التي نقلتها نصوص تعرضت للتحريف سأعرض لكم إن شاء الله تعالى في قادم الأيام على الموقع الألكتروني الرسمي لقناة القمر سأعرض لكم النص الذي هو الأقرب من النص المتوقع لزيارة الجامعة الكبيرة على أي حال ما تقدم في الحلقات الماضية كان حديثا عن تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة مشكلتنا ليست في تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة تحريفها هو جزء من مشكلة كبيرة مراجع حوزة الطوسي حرف الدين بأكمله الطوسي حينما أسس حوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حرف الدين بكامله أسس لنا دينا جديدا إنه دين شافعي أشعري معتزلي طوسي دين بتري مرجعي تقصيري هذا هذا هو واقع الدين الذي تقدمه لنا مرجعية النجفي ومرجعية كربلاء إنه الدين البتري المرجعي العباسي التافه تلك هي الحقيقة من الآخر ولذا فإن مشكلة تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة هي جزء من مشكلة أكبر من مشكلة تحريف الدين سأأخذ لكم الخوئي مثالا من أكثر مراجع حوزة الطوسي تحريفا للدين بحسب الطلاعي وبحسب تتبعي وتدقيقي وتحقيقي أكثر مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا أكثر المراجع تحريفا للدين الخوئي محمد باقر الصدر السيستاني أكثر منهما تحريفا هؤلاء هم الأكثر تحريفا للدين الخوئي محمد باقر الصدر السيستاني السيستاني يأتي في سياق الخوئي وحتى محمد باقر الصدر يأتي في سياق الخوئي إلا أنه غطس بعيدا في قذارات القطبيين حتى صار ألعن من القطبيين محمد باقر الصدر ألعن من القطبيين لقد ذهب بعيدا في الاتجاه القطبي القذر فأكثر مراجع الدين تحريفا للدين هم الخوئي محمد باقر الصدر والسيستاني لا يعني أن البقية ليسوا محرفين أنا أتحدث عن الكبار المراجع الصغار هم محرفون للدين أيضا وهم متفرعون عن هؤلاء المحرفين الكبار لكنني أتحدث عن الأكثر تحريفا الخوئي محمد باقر الصدر وفي زماننا السيستاني السيستاني إذا أردت أن أقايسه علميا بحسب الموازين الحوزوية التي لا أشتريها بنعال ممزاق ولكن بحسب موازينهم بحسب الموازين الحوزوية فإن السيستاني لا يمثل شيئا إذا أردت مقايسته بالخوئي أو بمحمد باقر الصدر كل ما عند السيستاني هو قد أخذه من الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني يحاول أن يخفي ما أخذه من محمد باقر الصدر لكن الأمر لا ينطلي على مثلي فأنا أستطيع أن أكتشف أصول المطالب وأن أصل إلى مصادرها الأصلية السيستاني أخذ من البروجردي من حسين البروجردي وأخذ من الخوئي وما أخذه من البروجردي أسوأ من الذي أخذه من الخوئي أخذ من الخوئي لكن في جهات معينة الخوئي الخوئي هو الأسوأ في كل شيء ومحمد باقر الصدر هو الأسوأ في كل شيء والسيستاني كذلك السيستاني إذا أردت أن أقايسه حوزويا بالخوئي فهو خيط صغير في فردة جورب من جوارب الخوئي خيط صغير لا قيمة له السيستاني ليس له من شأن علمي مهم يذكر إذا أردت أن أقايسه بالخوئي وكذا إذا أردت أن أقايسه بمحمد باقر الصدر فهو صورة شبحية لا قيمة لها إذا أردت أن أقايسه بمحمد باقر الصدر لذا فإنني سأأخذ الخوئي مثالا لأن كل الذين في النجف من الذين يقال لهم مراجع من الطبقة الأولى من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة لأنهم جميعا عيال على كتب الخوئي عيال على دروس الخوئي وتلامذة الخوئي وهم الأكثر انتشارا في العالم هكذا يقولون من أن الخوئي هو أعلم علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى قطعا هم يقولون هذا أنا سأبين لكم جهله وضحالته وسخافته وبعده عن محمد وأهل محمد إذن الخوئي مثال لتحريف الدين الطوسي كذلك مثال واضح لتحريف الدين لكنني أخذت الطوسي مثالا يرتبط بموضوع تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة أما الخوئي فإنني سأخذه مثالا لتحريف الدين كله فحوزة النجف هذا زعيمها وحوزة النجف حوزة حرفت دين محمد وآل محمد بالكامل الدين الذي عليه مراجع النجف دين لا علاقة له بدين علي وآل علي إنه دين الطوسي وهم في كل مقطع زماني يضيفون إلى دين الطوسي مما يصل إليه جهلهم وسفههم وحماقتهم وغباؤهم وسوء توفيقهم حتى تراكم الجهل والكذب بشكل لا أعتقد أن الشيعة تستطيع أن تتجاوزه إلا بتوفيق من الحجة بن الحسن صلوات الله الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال 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 إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكون منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكون منذ هبط آدم عليه السلام إذن عنواننا في هذه الحلقة الخوئي مثال واضح لتحريف دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه المعول الذي استعمله الخوئي في تهديم دين محمد وآل محمد علم الرجال الناصبي كتابه معجم رجال الحديث هذا هو الفيروس الإبليسي الشيطاني الذي استعمله الخوئي قطعا بدفع من الشيطان وبتخطيط إبليسي قذر ألف هذا الكتاب أنا لا أقول من أنه كان يقصد أمرا سيئا لكنه قد سلم عقله وسلم قلبه للمنهج الطوسي وكل الذين سلموا عقولهم وقلوبهم للمنهج الطوسي عاقبتهم هكذا كانت فهو منهج شيطاني خبيث قذر لا ينتج إلا القذارة والنجاسة وهذا وهذا هو الذي فعله الخوئي معجم رجال الحديث هذا معول هدم به دين محمد وآل محمد هذه الطبعة الطبعة الخامسة وهي الطبعة المنقحة المزيدة ألف وتسعمية واثنين وتسعين هذه أفضل طبعة من طبعات هذا الكتاب قد كتبت خلاصة لكل ما جاء في هذا الكتاب ليس في هذا الجزء وإنما ل أربعة وعشرين جزءا هذه الطبعة الخامسة عدد أجزائها أربعة وعشرون جزءا عدد الصفحات في كل الأجزاء أهدعش ألف ستمية وتسعة وثلاثين عدد الصفحات في كل الأجزاء في أربعة وعشرين جزءا أهدعش ألف ستمية وتسعة وثلاثين صفحة المقدمة والتنظير النظريات في علم الرجال مية وستة صفحة هذا هو حلم الرجال مية وستة صفحة وإذا أردت أن أحدد بالضبط عدد الصفحات التي ذكر فيها قواعد العلم ثلاثة وثمانون صفحة فقط عدد صفحات الكتاب في أربعة وعشرين جزءا أهدعش ألف ستمية وتسعة وثلاثين المقدمة مع قواعد علم الرجال مية وستة قواعد علم الرجال ثلاثة وثمانين صفحة فقط ما يسمى بالطبقات والفهارس إنها أرقام عدد الصفحات ثلاثة وستمية وثلاثة وثلاثين الصفحات التي فيها أسماء الرجال سبعت آلاف أو تسعمية صفحة العدد الكلي للأسماء في الكتاب كله خمسطعش ألف سبعمية وستة خمسطعش ألف راوي سبعمية وستة قطعاً هذا هو العدد الذي يمكنني أن أصفه بالأعم الأغلب وإلا هناك مصادر أخرى ذكرت أعداداً وأسماء أكثر من هذا أخمسطعش ألف سبعمية وستة عدد الرواة أتعلمون كم عدد الثقات منهم عدد الثقات سبعمائة سبعمائة واحد من مجموع أخمسطعش ألف سبعمية وستة أي علم هذا؟ عدد الثقات سبعمائة عدد الممدوحين ممدوحين بكل ألوان المدح ألف أربعمية وسبعة وخمسة فيكون عدد الثقات مع الممدوحين بكل صيغ المدح ألفين ومية وسبعة وخمسة الذين لا مدحوا ولا قدحوا فأي علم بحالهم؟ ليسوا ممدوحين وليسوا مقدوحين تسعة آلاف وستمية وخمسة وستين مجاهيل بالمطلق يقال عنهم مجاهيل مجهول ثلاثمية وستة وثلاثين مذمومون بشكل واضح أربعمية واتسعة عشر من أبناء المذاهب الأخرى مية وواحد وأربعين من الذين وصفوا بالغلو الصريح أثمانية وأربعين أسماء مكررة إما بسبب التصحيف التحريف أسماء مكررة ل أشخاص غير مكررين شخص واحد ولكن له عدة أسماء بسبب التصحيف بسبب التحريف بسبب أغلاط النساخ إلى غير ذلك المكرر ثلاثة وسبعة وثمانين مجموع الممدوحين والمذمومين ألفين وسبعمية وخمسة وستين الأسماء الباقية لا هي ممدوحة ولا هي مذمومة مجرد لستة أسماء أثنائش ألف تسعمية وواحد واربعين أي علم هذا؟ وأي كتاب هذا؟ كتاب شيطاني من الطراز الأول فعدد الممدوحين والمذمومين بكل مراتب المدح والذم ألفين وسبعمية وخمسة وستين والذين لا نستطيع أن ننتفع من ذكرهم أثنائش ألف تسعمية وواحد واربعين هذا هو هذا هو معجم رجال الحديث بشكل موجز مختصر إنها الطبعة الخامسة التي تشتمل على أربعة وعشرين جزء الخوئي لما شكل لجنة وأشرفت اللجنة على كتابه هذا وطبع الكتاب وقالوا ما قالوا عن هذا الكتاب من أنه معجزة من معاجز حوزة النجف على أساس أن حوزة النجف تصدر منها المعاجز تصدر منها المضارد فقالوا عن من أنه معجزة من معاجز حوزة النجف بعد مدة رجع الخوئي وقال من أن آراءه قد تبدلت فشكل لجنة جديدة وغيرت الكثير في هذا الكتاب عمليه تلعب عمليه تلعب إذا كان الخوئي نائبا لصاحب الزمان وكان عالما ومحققا فما هذا الهراء أتعلمون لماذا رجع وغير هذا الكتاب أتعلمون لماذا لأجل هذه الجملة هذا كامل زيارات لابن قولوي في المقدمة هذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في مقدمة الكتاب ابن قولوي هكذا يقول وهو يتحدث عن تعريف لكتابه هذا وما روا فيه أذهب إلى موطن الحاجة حيث يقول وقد علمنا ابن قولوي هو الذي يقول وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله هذه الجملة لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا في البداية فهمها الخوئي من أن جميع الرواة في هذا الكتاب هم ثقات بنظر ابن قولوي وطبع الكتاب وانتشر الكتاب وأصدر الفتاوى على هذا الأساس لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا الفهم وقال من أن ابن قولوي لا يتحدث هنا عن جميع الرواة وإنما يتحدث عن مشايخه عن أساتذته فقط فرجع وغير ما غير في الكتاب وغير ما غير في الفتاوى أيضا ما هي عمليه تلعب هكذا يلعبونه بدين الله أتعلمون أنه في آخر سنتين من عمره تراجع عن هذا الرأي وأراد أن يغير فيه وشكل لجنة أيضا ولكن أولاده منعوا قالوا له ماذا سيقولون عنك يومية لعب لك لعبة هكذا أنت شاب من مكانك فمعجم رجال الحديث الموجود الآن لا هدى أن ينقف في المسبلة لماذا؟ لأن صاحبه هو لا يؤمن به في آخر عمره ولو كان الرجل على حق وعلى هدى كيف يذعن لأولاده وحاشيته ويبقي الكتاب على ضلاله من دون أن يصحح هؤلاء لا دين عنده لا عقيدة عنده لا حق عنده هذا هو الذي أتحدث عنه دائما هذه المعلومة حقيقة ودقيقة في آخر سنتين من عمري تبدل رأيه فلم يغير في الكتاب ولم يغير في الفتاوى وإنما بقيت الفتاوى وهو لا يعتقد بصحتها أنا سأضرب لكم مثالا لاحظوا منهاج الصالحي الرسالة العملية للخوع للخوع لما أصدرها وأصدر الفتاوى فيها وفقا وفقا لرؤيته التي أثبتها في معجم رجاله قبل أن يغيره هذه النسخة التي بين يديه هي النسخة المغيرة لكن قبل أن يغيره قبل أن يغيره هذه الطبعة من منهاج الصالحين فتاواها وفقا لما تبناه في معجم رجاله قبل التغيير هذه الطبعة هي الطبعة العشرون هذا الجزء الأول إذا ما ذهبنا إلى الصفحة السادسة والتسعين أضرب لكم مثالا فأنا لست في مقام الاستقصاء في الصفحة السادسة والتسعين في الأغسال الفعلية يعدد الأغسال التي يفتي هو بها في رسالته العملية كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت لزيارة البيت لزيارة الكعبة إلى أن يقول والغسل لزيارة الحسيني عليه السلام والغسل للاستخارة أقرأ النص كاملا عليكم كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر في الحج والحلق كل هذا في الحج والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للاستخارة إلى بقية ما ذكر من الأغسال فذكر هنا الغسل لزيارة الحسين اعتمادا على ما جاء في روايات كامل الزيارات والتي اعتبرها موثوقة بحسب ما تبناه في معجم رجاله قبل أن يتغير رأيه فهنا ذكر لغسل مندوب مستحب لزيارة الحسين هذه الطبعة الثامنة الثامنة والعشرون ألف أربعمية وعشر هجري قمري هذه الطبعة بعد أن غير رأيه وغير وغير كتابه أتحدث عن معجم رجال الحديث هذا الجزء الأول من الرسالة العملية في الصفحة الرابعة والتسعين رقم المسألة ثلاثمية وتسعة وثلاثين في الأغسال الفعلية عدد الأغسال كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر والحلق والغسل للاستخارة إلى آخره فحذف الغسل لزيارة الحسين هذا هو التأثير في الفتاوى هذا مثال سوء توفيقه أن هذف غسل زيارة الحسين مثال واضح هذه الطبعة العشرون وفقا لمعجم رجال الحديث قبل التغيير وهذه الطبعة الثامنة والعشرون وفقا لمعجم رجال الحديث بعد التغيير يعني أن الفتاوى تتغير في آخر سنتين من عمره لم يسمح له أولاده وعاشيته بأن يغير تغير كتابه المعجم ولم يسمح له بتغيير فتاوى فهذا الكتاب الذي تعملون به يا حوزة النجف هذا كتاب صاحبه لا يؤمن به أراد أن يغير فيه أراد أن يغير فيه تغييرا كبيرا مثلما غير في المرة السابقة تغييرا كبيرا أي حوزة فحشلة أنتم وأي مجموعة دينية ضالة أنتم وأي خيبة أنتم فيها هذا الكتاب خمسون عاماً مع المنبر الحسيني لحسن الكشميري إنه الخطيب الحسيني المعروف خمسون عاماً مع المنبر الحسيني صفحة ميتين وتسعة وأربعين تحت عنوان هذا ليس بدعاً يقول وَلَدَيَّ مَعْلُومَاتٌ من ثقاتٍ أن الإمام الخوعي رحمه الله في السنتين الأخيرتين من عمره تراجع عن موسوعته الرجالية معجم رجال الحديث وحدثت له أفكار جديدة في مصادره المهمة التي كان يعتمدها وذكر ما أشرت إليه من أن طاقمه من ولده وحاشيته منعوه من ذلك هذه القضية أن القضية ليست خاصةً بحسن الكشميري أخرون يعرفونها القريبون من الأجواء الخوعية يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون أن الخوعية أراد أن يغير أيضاً في تفسيره البيان ولكنهم منعوا منعوا وليس بالضرورة أن يغير تفسيره البيان إلى حالة أفضل أبداً لأن الخوعي إذا ما تتبعت مسيرته العلمية والدينية بالضبط كبول البعير يعود إلى الوراء بالضبط هكذا يعود إلى الوراء بعيداً عن منهج محمد وآل محمد وهذه الحالة بالمناسبة ليست خاصة بالخوعي هذه حالة مراجعي حوزة النجف وكربلاء كلما تقدم بهم العمر كلما رجعوا إلى الوراء يوم بعد يوم يكثر طيحان حظهم اليوم هو طايا حظة باشر طاحت حظة أكثر صدقوني هذا الكلام أقوله عن تدقيق وتحقيق وقد أثبته في برامجي لو كنت في مقامي الحديث عن هذه النقطة فإنني آتيكم بالوثائق والحقائق من كتب الخوعي ومن كتب غيره من المراجع مراجعنا ما شاء الله سيرتهم كبول البعير إلى الوراء كلما تقدموا في العمر كلما ازدادوا ضلالا وجهلا وسفاهة وبعدا عن إمام زمانهم هذا هو واقع مراجع حوزة النجف وأعتقد أن طوسية كان مثالا واضحا في ذلك تفسيره التبيان وفي الحقيقة إذا أردت أن أعنونه هو تفسير الخريان وليس التبيان لا تقبلون على كلامي لا أعبأ بكم ولا أعبأ بقبولكم أو برفضكم هذه هي الحقائق تفسيره التبيان أو في الحقيقة هو الخريان هذا التفسير كتبه في أخريات عمره وهو أدل دليل على أنه قد صار في حالة أضل قد صار في حالة هو أبعد عما كان عليه في بداية أمره لقد ابتعد كثيرا عن محمد وآل محمد في تفسيره هذا التبيان الذي أنا أطلق عليه الخريان لشيخ الطائفة الخوعي كذلك بقية المراجع كذلك إنهم يعودون إلى الوراء كبول البعير مات الخوعي ولم يصحح تفسيره البيان على الأقل بحسب رأيه مات الخوعي ولم يصحح معجم رجاله والذي يترتب على ذلك التصحيح أن يصحح فتاواه أيضا مثلما جئتكم بمثال من تصحيحه السابق لمعجم رجال الحديد وكيف أثر ذلك على فتاواه و جئتكم بهذا المثال فيما يرتبط بالغسل لزيارة الحسين فقبل التصحيح كان الغسل لزيارة الحسين ثابتاً عند الخوعي وذكره في عداد الأغسال الفعلية المستحبة ولكن بعد أن قام بالتصحيح وليس بالتصحيح وإنما بعد أن قام بعملية التضريط لا تقبلون على كلامي هذا براحتكم هذه هي الحقيقة والدليل أن ألغى غسل زيارة الحسين هل هناك من تضريط يكون أوضح من هذا ماذا تقولون أنتم هذا هو واقع التحقيق عند زعيم الحوزة العلمية عند الإمام الخوئي نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلف فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواق المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواق وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة موسيقى في البداية الخوئي حين قرأ عبارة كامل الزيارات لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا فهمها بحسب الفهم المعروف عند علماء الشيعة السابقين حيث يوثقون جميع الروات الذين وردوا في كتاب الكامل لا تحدثوا عن الجميع هناك فهم موجود الخوئي قلدهم في هذا الفهم وهذا الفهم هو الفهم الصحيح لكن يبدو أن الشيطان لم يعجبه ذلك فوجه الخوئي إلى أن يعود كي يغير معجم رجاله وكي يفهم الشيطان أهل الخوئي من أن المراد من الثقات هم المشايخ المباشرون لابن قولوي ومن هنا اختلفت الفتاوى عنده وهذا يدل على أن الخوئي جاهل لا يعرف العربية وجاهل لا يعرف منطق العلماء أنا سأقول لكم حينما نقرأ هذه الجملة ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا هذا لا ينطبق على مشايخه الذين ينقل منهم بشكل مباشر لا ينطبق على مشايخه ما وقع لنا يعني ما وصل إلينا بالأسباب المختلفة من جملة الأسباب مشايخه لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال الشذاذ الشذاذ من الرجال هنا جعلهم في مقابل الثقات فهذا لا يشعر ولا يفهم من من أنه جعل الشذاذ في مقابل مشايخه الذين روى عنهم بشكل مباشر وإنما تحدث عن كل الرواة الذين ذكروا في هذا الكتاب الكلمات واضحة وواضحة جدا إلى بقية كلامه أنا لا أريد أن أناقش أرخوع ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الكلمات لأنني أساسا لا أعبأ بهذا الكلام أكان ينطبق على كل الرواة وهو الصحيح أم كان ينطبق على مشايخ ابن قولوي إنني لأسخر من علماء الشيعة وهم يعتمدون على الأسانيد في الوقت الذي وجهنا أئمتنا إلى برنامج دقيق متكامل لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فلقد تحدثت عنه كثيرا في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية ماذا جاء في مقدمة معجم رجال الحديث بعد التغيير في هذه الطبعة الخامسة الخامسة المنقحة والمزيد في المقدمة في الصفحة التي وضع لها حرف الفاء رقما في النقطة الأولى جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف إلى آخر الكلام تغييرات أساسية غيرت الكتاب وأدت إلى تغيير الفتاوى رأيه في آخر سنتين من عمره لو نفذه لغير تغييرا كبيرا كالتغيير الأول ولكنهم لا يعبؤون بالدين حتى بحسب وجهة نظرهم وإنما منعه أولاده وحاشيته منعوه خوفا على الأخماص أن تضعف مرجعيته أن يقال ويقال عنها من أنهم سووا الدين لعبة يوميا مغير الفتاوى ومغير الآراء حفاظا على المرجعية وعلى الأموال ستبقى الفتاوى ليست صحيحة هنيئا لمقلدي ألقوعي ما هم حمير حمير كبقية مقلدي مراجع طائفة العظام أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان ما رد أجيب الأسوان واحد قل لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لي الأخير بابا ما توصل للنوبيلية؟ قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة له واحد من الأعلام قبل خمس سنة قلت لي مستعجب مش ده عبارة تركب يعني خلاقه أهمي شمي كما تقول خلاقه أهمي شمي كتبهوا لهم كأن حرفة بسمهم هو أش ديخ عربيق أش والنس عباط كنا على تقوى كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسوان قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة إلى أن تقول المقدمة كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية إن ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري أتمنى عليكم أن تحفظوا هذا الاسم لأنني سأحتاج أن أتحدث عنه في هذه الحلقة في هذه الحلقة كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري من تلامذة الخوعي شخصية آخندية معروفة جعله الخوعي رئيسا للجنة التي قامت بإجراء التعديلات والتغييرات على كتابه معجم رجال الحديد فهذه النسخة وهي الطبعة الخامسة عدلت وغيرت تعديلا كبيرا بأمر من الخوعي وبتنفيذ من لجنة مثل ما قالت المقدمة من كبار العلماء الخوعيين يشرف عليها شيخ مسلم داوري أنا أسألكم هذا تحريف في الدين أو ليس تحريفا أصدر معجم رجال الحديد عاد فغيره وهذا التغيير انعكس على موقفه من أحاديث أهل البيت بحيث ألغى ما جاء من حديث عنهم في استحباب الغسل لزيارة الحسين في البداية أصدر الفتوى باستحباب الغسل لزيارة الحسين بعد ذلك حينما عبث الشيطان برأسه وغير معجم رجال الحديث غير الفتاوى أيضا وفي السنتين الأخيرتين من عمره أراد أن يغير الكتاب وأيضا سيغير الفتاوى هذا عبث بالدين أو لا وفي السنتين الأخيرتين لم يتركوه أن يغير ما أراد أن يغيره من معجم رجاله ومن فتاوى أنتم ماذا تقولون عن هذا الدين دينكم الذي عندكم وصل إليكم بهذه الطريقة وليس في زمان الخوء فقط وإنما عبر القرون كل المراجع عبثوا بالدين ضحك على أجدادنا وآبائنا ونحن لا نحيط علما بكل عبثهم وبكل قذارتهم وبكل حقارتهم هذه حقارة أو ليست بحقارة يعبث الشيطان برأسه فيلغي الأحاديث التي تشرع الغسل المندوبة لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحينما يتغير رأيه مرة أخرى يمنعونه ليس حفاظا على الدين حفاظا على الأخماس التي هي أساسا لا دليل عليها الأخماس التي لا دليل عليها يحافظون عليها ويتركون الدين محرفا على الأقل بحسب وجهة نظرهم وجهة نظر الخوعي وإلا فأولاد الخوعي وحاشية الخوعي لا دين عندهم لو كان عندهم من دين لتركوا الخوعي الذي هو إمامهم ومرجعهم أن يصحح ما يعتقد أنه صحيح صدقوني لا أكدين ولا قنادر ولا أي شيء المرجعية أمر دنيوي للتسلط على الشيعة وللضحك على ذقونهم ولسرقة أموالهم وللتمتع بنسائهم هذا من الأخ وإلا لو كان هناك من دين لتركوا الخوعي أن يغير الذي يراه ليس صحيحا ولكن ليس هناك من دين في البين لا يوجد دين هناك عبث محمد رضا السستاني حينما يأمر أتباعه أن يخبر الناس من أنه أعلم من أبيه فهل هذا دين فكيف يكون هو الأعلم ويبقى السستاني في المرجعية بحسب مبانيهم أنا لا أؤمن لا بمرجعيتهم ولا بدينهم ولا بمبانيهم ولا أشتري دينهم بفلس ممسوح هذا دين الشوافع والأشاعرة والمعتزلة لا أشتري دينهم لا أشتري دينهم بفلس ممسوح إنني أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من دين الضلال هذا ولكن بحسب مبانيهم بحسب ما هم يقولون المرجعية لا بد أن تكون للأعلام فكيف يكون محمد رضا السستاني هو الأعلام والسستاني لا زال موجودا في المرجعية فإما أن محمد رضا يكذب على أتباعه فهذا كذاب فكيف سيصبح مرجعا وإما أنه يصدق في قوله فمرجعية أبيه باطلة فليس هناك من دين ليس هناك من دين العملية عملية ضحك على الذقون عملية استحمار للشيعة وهذه القضية ليست خاصة بالخوع وأولاده وليست خاصة بالسستاني وأولاده كل المراجع هكذا الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون إنها حوزة القمامة والضلال حوزة تحريف الدين هكذا يحرف الدين تفسير تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه سيد تفسير آل عليه تعرض للتحريف تعرض للتصحيف وتعرض لحرب كبيرة من مراجع الشيعة ومن أشد الذين حاربوا هذا التفسير الخوئي وكذلك محمد باقر الصدر وتلامذته وكذلك السستاني وتلامذته وكذلك صادق الشيرازي وتلامذته الجميع يحاربون هذا التفسير الشريف ويضحكون على الشيعة حينما يكون الحديث عن التخليد يقولون لهم فأما إنني أقرأها من تفسير إمامنا الحسن العسكري لأن المصدر الوحيد لها هو هذا التفسير حينما يريدون أن يضحكوا على الشيعة بموضوع المرجعية والتخليد يقولون لهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوا مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوا ويسكتون يأكلون خرى المراجع ويسكتون هنا ما يكملون الرواية تكملة الرواية وذلك لا يكون إلا 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 بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذه التكملة لا يكملونها مراجع الشيعة وكلاء المراجع خطباء الشيعة يقرؤون الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوا مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوا ويأكلون خرى ويسكتون هنا وأصر على هذه الكلمة يأكلون خرى ويسكتون والشيعة تأكل معهم في الآنية نفسها هم أساسا لا يعتقدون بصحة هذه الرواية لماذا؟ لأنها وردت في تفسير إمامنا العسكري وهذا التفسير يرفضونه ومع ذلك يحتجون بها على الشيعة يضللون الشيعة ويحرفونها يحرفونها لا يكملون قراءة الرواية هؤلاء مراجعكم هؤلاء مراجعكم وهؤلاء خطباءكم وهذه فضائياتكم لا يكملون الجملة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض القلة والذين لا وجود لهم بيننا إذا أردنا أن نستمر في الرواية فإن الرواية ستحدثنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم لهذا السبب ينكرون التفسير لأن التفسير فضحه فضحه وكشف حقيقته كي يُبعدوا التفسير عن الشيعة كي لا تطلع الشيعة على فضائح هؤلاء المراجع السفلة الساقطين كي لا تطلع الشيعة يقولون لهم هذا التفسير ما هو بتفسير صحيح ولكنهم حينما يحتاجون إلى الضحك على ذقون الشيعة يخرجون لهم كلمات من رواية التقليد ولا يكملون الكلمات هؤلاء شياطين شياطين سفلة سرسرية إلى أبعد العدود ينكرون التفسير لكن حينما يريدون أن يضحكوا على الشيعة يخرجون لهم كلمات من هذا التفسير ويقطعونها يحرفونها مسخرة أنتم أيها الشيعة هكذا يفعل الخوئي والخوئيون بكم وهكذا يفعل السيستاني والسيستانيون بكم الخوئي ماذا يقول عن هذا التفسير هذا الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث من هذا الكتاب الشيطاني القذر أوسخ كتاب في العصر الحديث دمر دين أهل البيت أقذر كتاب في العصر الحديث في أجواء حوزة النجف مزق دين أهل البيت هذا هو الجزء الثالث عشر صفحة مية وسبعة وخمسين رقم الترجمة اثمانتالاف أربعمية واثنين واربعين في ترجمة علي بن محمد ابن سيار لا أريد أن أقرأ كل الكلام وإنما أذهب إلى ما قاله الخوئي عن تفسير إمامنا الحسن العسكري هكذا يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع موضوع يعني أنه مكذوب من أوله إلى آخره على الإمام العسكري أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام إذن لماذا تذهبون إلى الرواية هذه وتضحكون بها على الشيعة إذا كان التفسير من أوله إلى آخره موضوع على أي حال ما الذي نفهمه من كلام الخوئي هذا مع أن الناظر في هذا التفسير يعني أن الخوئي قد نظر في هذا التفسير من أوله إلى آخره لا يشك في أنه موضوع لابد أنه قد نظر في كل كلمة ومن هنا حكم على التفسير من أوله إلى آخره على أنه موضوع أليس هذا هو الذي يفهم من كلامه هذا كلام الخوئي أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع فهو لا يمكن أن يقول هذا وقد نظر مثلا في ربع التفسير لابد أن يكون قد نظر في كل التفسير من أوله إلى آخره حتى يستطيع أن يصفه بأنه موضوع وهذا من حقه رأيه هذا أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق يعني مثل الخوئي على أساسه عالم معقق وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير باعتبار أن الخوئي وإنما يكتب تفسيرا كتفسير البيان باعتبار أن الخوئي عالم محقق وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام هذا يعني أن الخوئي قد تفحص التفسير كلمة كلمة حتى خرج بهذه النتيجة القطعية أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم تدبروا فيه تدبروا فيه أن الناظر في هذا التفسير في تفسير الإمام العسكري لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام نذهب إلى تفسير الخوئي هذا هو البيان في تفسير القرآن وهاتان نسختان عندي من البيان نسخة مطبوعة أيام الخوئي أيام حياته ونسخة مطبوعة بعد موته ستعرفون بعد ذلك الفائدة من إحضار النسختين الخوئي ماذا قال في مقدمة تفسيره هذا تفسير البيان الذي يمتدحه أصحاب العمائم كثيراً وهو مزبلة من المزابل باستثناء النصوص الشريفة أتحدث عن كلام الخوئي وهو مزبلة من المزابل كمزبلة وقمامة الطوس في تفسيره التبيان الخريان هكذا يقول الخوئي في المقدمة وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول فهو لا يذكر من الأحاديث في تفسيره هذا إلا ما كان موصوفاً بهذا الوصف وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته ومحكماته وما ثبت وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله نذهب نذهب مع الخوئ في تفسيره هذا هذه النسخة التي طبعت أيام حياته هذه طبعة دار التوحيد الكويت ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي صفحة أربعمية وخمسة وأربعين في فضل سورة الفاتحة ذكر رواية عن الشيخ الصدوق وهي موجودة أيضا في الطبعة التي طبعت بعد وفاته هذه طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوعي إنها الطبعة الثالثة قموا المقدسة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوعي صفحة أربعمية واحد وعشرين وفي المصدرين في النسختين الرواية بحسب ما جاء في النسختين نقلها الخوعي عن تفسير البرهان جزء واحد صفحة ستة وعشرين وهنا نفس الشيء تفسير البرهان الجزء الأول صفحة ستة وعشرين في الطبعة التي أيام حياته ذكر الرواية عن الصدوق عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه الخوعي نقل الرواية عن تفسير البرهان الجزء الأول صفحة ستة وعشرين هذا هو تفسير البرهان بحسب الطبعة التي عندي هي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة تسعة وتسعين في الجزء الأول الحديث الثالث الذي نقله الخوعي في فضل سورة الفاتحة صاحب البرهان هاشم البحراني من أين نقل الرواية نقل الرواية من عيون أخبار الرضا لأنه نقلها عن الصدوق نقل الرواية عن الصدوق هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ميتين وسبعين الحديث الستون الحديث الستون إذن هذا عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة ميتين وسبعين الحديث الستون هنا أثبت الصدوق الرواية في فضل سورة الفاتحة صاحب البرهان نقل الرواية عن هذا المصدر هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان الخوعي نقل الرواية عن تفسير البرهان الله لو سألنا الصدوق من أين جئت بهذه الرواية كيف نسأله من خلال السنة الصدوق نقل الرواية عن تفسير إمامنا الحسن العسكري ولا يوجد مصدر آخر لهذه الرواية الرواية موجودة في صفحة تسعة رقم الحديث عشرة هذه الطبعة طبعة ذوي القربة قموا المقدسة الطبعة الأولى الرواية في بداية الكتاب حتى لو لم تكن هذه الطبعة عندكم المصدر الوحيد للرواية التي نقلها الخوعي في تفسيره البيان تفسير الإمام الحسن العسكري أنا أقول أين تحقيق الخوعي هذا تضريط هذا ما هو تحقيق هو هو قال من أن التفسير موضوع بالكامل ويجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير ترك الروايات كلها وذهب إلى الرواية التي جاءت في التفسير ماذا يعني الرجل لا علم له بحديث أهل البيت ولا علم له بمصادر الحديث ولا بالأسانيد هذا الذي ينقل عنه من أنه كان أعجوبة في معرفة الحديث والأسانيد لماذا لم يعرف أن الرواية هذه نقلت من تفسير إمامنا الحسن العسكري وليس لها من مصدر آخر أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أنا هنا في لطن مؤسسة الخوعي التي فيها أهلاد الخوعي وفيها أتباع الخوعي موجودة هنا بإمكانهم أن يردوا علي وأن يقولوا من أن الرواية هذه لها مصدر آخر الخوعي كان على علم به بإمكانهم أن يكذبوني بإمكان مراجع النجا أن يعطوا جواباً عن هذا الذي يصفونه بأنه أعلم علماء الشيعة زمان الغيبة ما هو في مقدمة تفسيره البيان قال من أنه لن ينقل في تفسيره هذا إلا الروايات الثابتة والصحيحة عن العترة الطاهرة وما نقل في فضل سورة الفاتحة إلا هذه الرواية ونقل رواية أخرى عن البخاري بخاري أنا لا أريد أن أناقشه في أكاذيبه فهو كذاب هو قال في البداية من أنه لا ينقل إلا أحاديث العترة ولكنه نقل عن البخاري وغير البخاري ليس مهما هذا حديثي عن موقفه من تفسير إمامنا الحسن العسكري هو هكذا يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام إي أبوا اللقوا مو أنت جبت هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري هذا الخرط أنا وين أعطاه هذا تحقيق تلومونني إذا أقول هذا تضريط هذا تضريط هذا تضريط خوئي طوسي نجفي حوزوي أخندي وبامتياز هكذا يضرط الأعلم هكذا وإلا فلا هكذا يضرط العالم المحقق وإلا فلا وهكذا يدمر أحاديث أهل البيت سفلة هؤلاء هو لم يطلع على التفسير هو لم يطلع لو اطلع على التفسير لما نقل هذه الرواية كذاب هذا كذاب سافل لم يطلع لم يطلع على التفسير لأنه هكذا قال أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع هذا يعني أنه قد اطلع على كل كلماته هذه الرواية في بداية التفسير في أول التفسير في الصفحة التاسعة الحديث العاشر الحديث العاشر من بداية الكتاب حتى لو لم يكن مطلعا على كل التفسير على الأقل اطلع على خمسين من صفحاته هذه في الصفحات الأولى الرواية لماذا اعتمدها وجعلها أساسا في تفسيره لبيان فضل سورة الفاتحة هو نقلها عن البرهان عن تفسير البرهان لكنه لا علم له بالمصادر والأسانيد لو كان عالما محققا لذهب إلى أصل الرواية فصاحب البرهان نقلها عن العيون وصاحب العيون نقلها عن تفسير إمامنا الحسن العسكري ولا يوجد مصدر آخر وصاحب العيون ذكر السنة ذكر السنة حدثنا محمد بن القاسم المفسر المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه قال حدثنا يوسف ابن محمد ابن زياد وعلي ابن محمد ابن سيار هذا سند تفسير إمامنا الحسن العسكري في أوله إذا ما رجعنا إلى سند تفسير إمامنا الحسن العسكري هو هذا بالضبط هذا السند موجود في أول تفسير إمامنا الحسن العسكري لو كان عالما بالأسانيد ولو كان محققا ولو كان مطلعا على تفسير إمامنا الحسن العسكري ما هذا السند نفسه أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي قال حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي ابن محمد ابن سيار السند هو هو بعينه فسند الصدوق في العيون هو هو بعينه بتمامه وكماله سندوا تفسير إمامنا الحسن العسكري لقد أخذ الرواية بسندها ومتنها من هنا وأنتم بإمكانكم أن تطبقوا وأن تراجعوا وأن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم أنا لا أتحدث في غرف مظلمة أنا لست كمراجع النجف يقولون لأتباعهم بالسر والخفاء من أنني ماسوني وانشروا هذا بين الناس أنا أصفعهم على وجوههم القبيحة بهذه الحقائق على وجوههم القذرة أصفعهم بهذه الوثائق والبراهين والأدلة هذه الحقائق بين أيديكم فأي تحقيق هذا فإذا كان أخوء هذا حاله فما حال السستاني وما حال سعيد الحكيم وما حال بشير النجفي وما حال إسعاق الفياء وما حال الإيروان والبقية ما حاله حين أقول هؤلاء أغبياء والثولان يحاربون حديث العترة هذه المصادق بين أيديكم تلاحظون أكاذيبه هو ماذا قال في مقدمة كتابه ماذا قال في مقدمة كتابه وهو يتحدث وَهُوَ يَتَحَدَّثُ وَسَيَجِدُ الْقَارِءُ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله يعني أن الرواية هذه ثابتة من أنها وردت عن الإمام الحسن العسكري لأنه يرويها عن الإمام الحسن العسكري هو في تفسيره البيان فإما أن يكون كذابا في تفسير البيان من أنه لا يروي الروايات الصحيحة وإما أن يكون كذابا في معجم رجاله وهو يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع أين هذا التحقيق؟ أين هذا التحقيق الذي تخبروننا عنه من أنه الخوئي محقق؟ الخوئي مضرط الخوئي كذاب الخوئي محرف الخوئي مدلس نذهب إلى فاصل عن داوث ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يُعجِّله جل وعز ويُعجِّل السلام لكم بجميع ما فيه أضيف إلى هراء الخوء أيضاً في نفس الاتجاه هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة الجزء الخاص بمباحث الإجتهاد والإحتياط والتقليد في الصفحة الحادية والثمانين هذا بحثه الاستدلالي هذا بحثه الخارج في الصفحة الحادية والثمانين حين يُرِد رواية التقليد التي مصدرها الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري هو لا ينخلها من تفسير إمامنا الحسن العسكري نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه إلى آخر الرواية إذا كان محققاً وكان تفسير الإمام الحسن العسكري موجوداً في مكتبته وكان قد نظر فيه وحقق فيه لماذا لا ينقل الرواية من المصدر الأصل أليست هذه أصول التحقيق أصول التحقيق أن ننقل من المصدر الأصل إلا إذا لم يكن متوفراً فإننا نعود إلى المصادر الفرعية التي نقلت عنه إذا كان تفسير الإمام الحسن العسكري موجوداً في مكتبته وهو في مقام البحث الاستدلالي لماذا لم ينقل الرواية عن تفسير إمامنا الحسن العسكري وإنما أخذها عن الاحتجاج والاحتجاج سيكون مصدراً فرعياً إذا كان التفسير موجوداً لديه وكان في مكتبته وكان قد تعامل معه ونظر فيه وحقق فيه مثل ما يدعي في معجم الرجال كان لابد أن ينقل الرواية عن ذلك المصدر عن المصدر الأصل وهذا هو شأن المحقق لكنه نقل الرواية عن الاحتجاج وأما في الحاشية فإن المصدر الذي ذكر هو الوسائل هذا يعني أن التفسير لم يكن موجوداً لا عند الخوئي ولا حتى عند الذي قرر الأبحاث شيخ علي الغروي لا يوجد ذكر للمصدر الأصل في المتن الخوئي ذكر الاحتجاج نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء وهذه الرواية مصدرها الأصل فقط تفسير الإمام العسكري ولا يوجد لها مصدر آخر والاحتجاج مصدر فرعي الاحتجاج مصدر متأخر مصدر زمان تفسير إمامنا الحسن العسكري وفي الحاشية المصدر الذي ذكر كتاب الوسائل هذا الأمر تكرر مرة أخرى في صفحة ميتين واحد وعشرين وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري لو كان قد نقل النص من تفسير إمامنا الحسن العسكري فهل يحتاج إلى أن يقول هذا الكلام صفحة ميتين واحد وعشرين في مبحث العدالة وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام حيث ورد فيها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه وأيضا في الحاشية الرواية نقلت عن الوسائل المصدر الذي ذكر لها الوسائل هذا يجعلني أعتقد أن الخوع لا يمتلك نسخة من تفسير إمامنا الحسن العسكري لا يمتلك نسخة لا من المخطوط ولا من المطبوع وإلا لماذا في بحثه الاستدلال ينقل عن الاحتجاج وفي الحاشية هذه الحاشية قطعا من المقرر وليست من الخوع المقرر أيضا يبدو أنه لا يمتلك نسخة من تفسير الإمام العسكري ولذا نقل عن الوسائل المروية في الباب العاشر من أبواب صفات القاضي من الوسائل هل هذا هو التحقيق كان يفترض بالمقرر أن ينقل الرواية عن كتاب الاحتجاج وليس عن الوسائل الإشكال قائم أيضا على دقة المقرر لأن الخوع نقل عن الاحتجاج يفترض في المقرر أن ينقل عن الاحتجاج وأن يحدد مكان الرواية في الاحتجاج هو حددها في الوسائل هذا يبدو أن المقرر ما كان يمتلك تفسير العسكري ولا كتاب الاحتجاج لأنهم لا يعبعون بكتب الحديث هم يجمعون كتب النواصب في الأصول والفقه وعلم الكلام هذا هو الهراء الذي يقرؤونه وإذا أرادوا أن يقرأوا شيئا عن القرآن ذهبوا إلى تفاسير النواصب هو قال في صفحة مئتين واثنين وعشرين والظاهر لما يقول والظاهر أنه مجلد واحد كما لا يخفى على من لاحظ التفسير الموجود بأيدينا اليوم إنه لا يتحدث عن نفسه يتحدث عن الجو الشيعي العام لو كان التفسير موجودا بيده فعلا لنقل منه لماذا لم ينقل منه والظاهر أنه مجلد واحد هو يتحدث عن التفسير المنسوب كما يقول إلى العسكري والظاهر أنه مجلد واحد كما لا يخفى على من لاحظ التفسير الموجود بأيدينا اليوم ومرة أخرى أيضا في الصفحة نفسها وهذا لم يصل إلينا أبدا وإنما الموجود بأيدينا مجلد واحد يتطابق لما نقله الصدوق يتحدث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري هذا لكن الكلام هذا لا يشعر من أن الكتاب كان موجودا لديه وإذا أردت أن أفهم أن الكتاب كان موجودا لديه فهو لم يطلع عليه لو اطلع عليه لما أخذ الرواية عن تفسير البرهان وأثبتها في تفسيره البيان باعتبار باعتبار أن التفسير موضوع مثل ما قال في معجم رجاله أنا أعتقد هو هنا أيضا يكذب يكذب مثل ما كذب في معجم رجاله ونقل لنا من أنه قد نظر في التفسير كله وتبين كذبه فيما نقل من رواية ليس لها من مصدر إلا التفسير إلا تفسير الإمام العسكري وأثبتها في تفسيره البيان وكذب علينا أيضا من أنه لن ينقل في تفسيره إلا ما ثبت بالتوتر والأدلة الصحيحة من أن الأحاديث وردت عنهم صلوات الله عليه فأثبت رواية هو لا يعتقد بصحتها هو هنا أيضا يكذب ويهذي هذا الرجل فمثل ما كذب هناك كذب هنا والذي يثبت دقة كلامي هو ما جاء في هذا الكتاب هذا الكتاب لمن هذا لشيخ مسلم الداوري قبل قليل قلت لكم سأحتاج اسمه الذي كان رئيسا للجنة التي شكلها الخوعي في إجراء التعديلات والتغييرات على كتابه معجم رجال الحديد انتقل بعد ذلك مسلم داوري الى قم وصار أستاذا من الأساتذة المعروفين ومن أساتذة علم الرجال هذا هو الجزء الأول من تقريرات أبحاثه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق تقريرا لبحث سماحة آية الله الحاج الشيخ مسلم الداوري دام ظله هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2005 ميلادي مؤسسة الإمام الرضا صلوات الله عليه قموا المقدسة ماذا جاء في المقدمة وكان له لمسلم الداوري وكان له دور الإشراف على سير تأليفي وإخراج معجم رجال الحديث لزعيم الطائفة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه فقد رأس اللجنة التي تابعت إجراء التعديلات والتغييرات والإضافات في المعجم إلى آخر الكلام هذا هو مسلم الداوري والذي أثبت ما أثبته من أن تفسير الإمام العسكري موضوع هذا ما هو موجود في الطبعة المنقحة والمزيدة فقد قرأت ذلك منها عليكم وهي الطبعة التي أشرفت عليها هذه اللجنة برئاسته صفحة 499 يعيد كلام أستاذه الخوئي قال السيد الأستاذ قدس سره هذا مع أن الناظر في هذا التفسير في تفسير الإمام العسكري لا يشك في أنه موضوع وجل مقام معالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام لحظوا ماذا يعلق يقول وقد وقفنا متى بعد إصدار معجم رجال الحديث يبدو إنه في قم لأنه بيّن رأيه هذا في قم وقد وقفنا على قسم من الكتاب لم يقرأ الكتاب كل في قم يعني حينما كان في النجف لم يطلع على التفسير لا هو ولا الخوي أي تحقيق هذا وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا وماذا تبين لك وأنت لم تطلع على الكتاب كله ما هو معتاد على أن يعط الآراء من دون تحقيق وإنما وفقا للتضريط يضرطون هؤلاء يضرطون هذا بعد سنين بعد أن انتقل إلى قم وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه لماذا لأنه اطلع على بعض من الكتاب فهل هذا تحقيق التحقيق أن تطلع على الكتاب كله وأن تبحث عن أصوله وعن مضامينه وعن موافقته للقرآن إذا كنا بحاجة إلى ذلك نحن لسنا بحاجة إلى ذلك نحن نعرض القرآن عليه لأنه هو التفسير لكنني أتحدث معهم بالحديث الذي هم يريدونه إلى أن يقول وحين إذن فالكتاب كتاب مثله مثل سائر الكتب يعني ليس موضوعا فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ليس صحيحا هذا الرأي توصل إليه مسلم أداوري بعد أن اطلع على بعض من الكتاب فهذا يعني أنهم أثبتوا ما أثبتوا في معجم رجال الحديث وهم لم يكونوا قد اطلعوا على تفسير الإمام والقضية لا تقف عند تفسير الإمام الكلام هو سيجري على بقية كتب الحديث هذه اللجنة التي تشكلت من كبار العلماء من كبار المطاية أي علماء هذه اللجنة التي تشكلت من كبار العلماء يترأسها العلامة المفضال الشيخ مسلم الداوري ويشرف على الجميع الإمام الخوئي بهذا التحقيق العظيم وهذا التضريط الكبير الذي لا مثيل له عبر تأريخ التضريط في العالم هو هذا التحقيق وهكذا يدمر فكر أهل البيت وهكذا يلغى تفسير إمامنا الحسن العسكري من أقول لكم ذول طاية أو ثيران ما تقبلون من عندك حققوا بأنفسكم وعودوا إلى المصادر وإلى الكتب وبعد ذلك أحكموا عليه مثل هذا واجهه يوميا منذ أكثر من أربعين سنة أواجه تضريطهم وتضليلهم وجهلهم وغباءهم وسفاهتهم وتريدون مني أن أقدسهم وأن أعتبرهم نوابا لصاحب الزمان ذون مجموعة هتلية وسفلية مجموعة كذابين ودجالين هذا هو الواقع أي تحقيق هذا يحطم به حديث أهل البيت لم يطلع على الكتب هذا الرجل يقول وقد وقفنا على قسم من الكتاب ولا ذا تحقيق ومع ذلك هو وقف على قسم من الكتاب وغير رأيه فقال إن هذا الكتاب كبقية الكتب لا أقول عنه موضوع مثل ما قال الخوعي وأنتم لاحظتم لاحظتم القراء الخوعي لم يطلع على هذا الكتاب وحكم بإعدامه أي علم هذا وأي دين هذا وأي فقه هذا وأي علم رجال هذا وصدقوني صدقوني المراجع الموجودون الآن أكثر جهلا وهم يعتمدون على هذه الكتب التي بنيت على التضريط والتجهيل لم تبن على التحقيق فأين هذا التحقيق وكل كتب الخوعي على هذا الديد وعلى هذه الطريقة وسأعرض لكم ما أعرض نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقة صلوات الله عليه الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان التر حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصحر وراية الأبقع وراية السفياني وفي نفس هذا السياق هذه تحفة من تحف التحقيق إنه صادق الشيرازي صدقوني لم أجد غباء كغباء هذا الرجل بيان الفقه في شرح العروة الوثقة الاجتهاد والتقليد الجزء الأول دار الأنصار قموا المقدسة الطبعة الثانية 2005 ميلادي آية الله العظمى صادق الشيرازي دام ظله الوارث في صفحة الخامسة والخمسين رواية الاحتجاج أيضا لم ينقلها عن تفسير الإمام العسكري رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري وفي الحاشية المصدر هو الاحتجاج أي تحقيق هذا لماذا لا تنقلون من المصدر الأصل هذا يكشف أنهم ليسوا مطلعين عليه ويحكمون عليه بالكذب والوضع وبالتضعيف والتشكيك الذي يدل على ذلك ما هو الأساس الذي وفقا له ضعف تفسير الإمام العسكري اعتمد على ما ذكره العلامة الحل في كتابه الخلاصة هو يقول وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير لأنه ذكر بعض القرائن التي يمكن أن تكون أساسا لقبول هذا التفسير الحديث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة للتفسير ولراويه ووجود بعض القصص الغريبة فيه هذا الكلام ربما قرأه ربما لم يقرأه لا أدري ولكنه لم ينقل الرواية عن التفسير لو كان التفسير عنده ولو كان قد قرأ التفسير فعلا لنقل عن المصدر الأصل لماذا نقل عن الاحتجاج عن المصدر الفرع على أي حال هذا ليس مهم قال في الخلاصة عن محمد بن القاسم راوي التفسير ضعيف كذاب إلى آخر كلامه نقل كلام العلامة الحل في كتابه الخلاصة وهذا كتاب الخلاصة هذا كتاب صادق الشيرازي الذي ضعف فيه تفسير الإمام العسكري اعتمادا على ما نقله العلامة الحل في كتابه الخلاصة هذا كتاب العلامة الحل الخلاصة هذه طبعة مركز تراث الحل الحل هذا هو الجزء الرابع من الموسوعة الرجالية للعلامة الحل وهذا كتاب خلاصة خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحل صفحة 322 رقم الترجمة 1653 محمد ابن القاسم وقيل ابن أبي القاسم المفسر الاسترابادي روى عنه أبو جعفر ابن بابوي يعني الصدوق ضعيف كذاب هذا المفسر روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد والآخر علي ابن محمد ابن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي وهذا التفسير مروي عن إمامنا العسكري والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير إما أن العلامة الحل يتحدث عن تفسير آخر فهذه الأسماء ليست موجودة في سند حديث تفسير الإمام العسكري فإما أن العلامة الحل يتحدث عن تفسير آخر نحن لا نعرفه فلا نعرف تفسيرا بهذا السند وإما أن العلامة الحل يخرط يخرط لأن الموجود في مقدمة التفسير غير هذا الذي ذكره صدق الشرازي لو أنه قارن بين كلام العلامة الحل وبين الموجود في مقدمة التفسير لوجد الفارقة الكبيرة بين الكلامين فأي تحقيق هذا وأي غباء هذا أنا لا أعرف غباء كغباء هذا الرجل نقل كلام العلامة الحل وضعف به تفسير الإمام العسكري وكلام العلامة الحل لا يخلو إما أنه يتحدث عن تفسير آخر نحن لا نعرفه وإما أن العلامة الحل يخرط لأن الكلام الذي ذكره ليس موجودا في مقدمة تفسير إمامنا الحسن العسكري هو هذا التحقيق هذا هو التضريط عند علماء الشيعة وهذا صادق الشيرازي مخالف بالكامل للخوع فآل الخوع يعادون أهل الشيرازي وآل الشيرازي يعادون أهل الخوع والخوع هو الذي فسق محمد الشيرازي ونفى اجتهاده ومنع الناس من الصلاة خلفه ومنع الشيعة من أن تقدم الحقوق الشرعية له وفتاوى أرخوع معروفة في هذا لكنهم في الهوى سوا المنهج واحد إنه منهج الطوس المنهج البتري المنهج المرجئ وإلا فإن الشيرازيين شيء والخوعيين شيء آخر ومع ذلك هم يلتقون في القذارة والحقارة هذا تحقيق أو تضريط أنتم ماذا تقولون قولوا لي عودوا إلى كتاب صادق الشيرازي وهو كتاب في الفقه الاستدلالي في شرح العروة الوثقة ستجدونه ضعف تفسير الإمام العسكري وفقا لما قاله العلامة في الخلاصة العلامة في الخلاصة ذكر كلاما سأقرأ عليكم ما جاء في مقدمة التفسير وأقرأ عليكم ما قاله العلامة العلامة إما أن يتحدث عن تفسير آخر أو أنه يخرط جاء كلام ما أدر منه في تفسير إمامنا الحسن العسكري أخبرنا أبو الحسني محمد ابن القاسب المفسر الاسترابادي الخطيب رحمه الله قال حدثني أبو يعقوب يوسف يوسف ابن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي بن محمد ابن سيار وكان من الشيعة الإمامية قال كان أبوانا إماميين إلى آخر الكلام الذي نقله العلامة الحلي محمد ابن أبي القاسم المفسر الاسترابادي روى عنه أبو جعفر ابن بابوي هو الصدوق هذا ضعيف كذاب يعني الاسترابادي روى عنه تفسيرا الصدوق روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد والآخر علي ابن محمد ابن يسار المكتوب هنا ابن سيار ليس مهما عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث هذان يرويان هنا عن إمامنا الحسن العسكري أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه لا ذكر لسهل الديباجي ولا ذكر لأبيه هنا فهذا الكلام إما هو عن تفسير آخر وإما أن العلامة الحل رحمه الله كان يخرط كان يسربت إمسلت والعلامة الحل ترى عنده هواية مسلت هواية مضرط عنده في كتبه لقد تأثر تأثرا عميقا بالفكر الناصبي بعد الطوسي بعد الطوسي من أكثر العلماء الذين دمروا دين محمد وأهل محمد المحقق الحلي وابن أخته العلهم الحلي الشهيد الأول والشهيد الثاني هؤلاء نقلوا لنا الفكر النصبية بالتمام والكمال ومن هنا فإن كتبهم هي التي تدرس في حوزة النجا يبدأون يبدأون بتبصرة المتعلمين للعلامة الحلي أو بشرائع الإسلام للمحقق الحلي الذي هو خاله خال العلامة الحلي ثم يعودون إلى اللمعة اللمعة مع شرحها اللمعة للشهيد الأول والشرح للشهيد الثاني ويدرسون العقائد في تجريد العلامة الحلي وهكذا هذه الكتب هي خلاصة للفكر النصبي فأكثر علماء الشيعة تأثرا بالنواصب بعد الطوس المحقق الحلي العلامة الحلي الشهيد الأول الشهيد الثاني من القدم فماذا تقولون صادق الشيرازي لو أنه رجع وقرأ الصفحة الأولى من تفسير الإمام العسكري وقارنها بما قاله العلامة الحلي لتوقف فإما أن العلامة الحلي يتحدث عن كتاب آخر وإما أنه يخرط يسربت هنا وإذا يخرط لا يصح الاعتماد على خرطه قدس سره الشريف هذا هو التحقيق علماء الشيعة ومراجع الشيعة تلوموني من أقول تضريط لو ما تلوموني شا تقولون أنتم أنا لا أعبع بكلامكم ولكن أنصفوا أنفسكم لا تنصفوني أنا أنا لا أريد إنصافا من هذه الشكولات أنصفوا أنفسكم وأنصفوا الأجيال القادمة لماذا تتحملون مسؤوليتها وأنتم ستموتون في هذا الزمان لماذا تتحملون مسؤوليتها من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة وأنتم تضحكون على الشيعة بهذا التضريط وتقولون لهم هذا تحقيق لكن تضريط الخوء أقوى باعتبار هو المحقق الأعلن هو زعيم الحوزة العلمية تضريطه أقوى تضريط الشراز واضح الغباء عليه في الحقيقة لا أعرف غباء أكثر من غباء هذا الرجل بإمكانه أن يعود إلى المصدر الأصل وأن يقارن فيما بينه وبين كلام العلامة الحل لا زال الحديث طويلة حكايتنا مع الخوء طويلة طويلة حكايتنا مع مراجع الشيعة وضلالهم وجهلهم وسفههم طويلة طويلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر